السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا في فيديو جديد طبعا في هذا الفيديو سوف نرام أتكلم المتوقع لنادي ليفربول ولنادي أتلاتيكو ماضي في المواجهة في دور أبطال أوروبا للجولة الثالثة من دور المجموعة طبعا هذه مباراة صعبة وقوية على الفريقين لنبدأ أدوى بركاته الله في الفيديو لا تنسى الاشتراك واللغة للفيديو سترككم جديد إلى تفاصيل هذا الفيديو لنبدأ أولا بنادي ليفربول طبعا وشكيلة متوقعة لنبدأ حرصات مرمى أليسون بيكر لا غنى عنه هو الحرس الأول في نادي ليفربول خط الدفاع لدينا أرلوند الكاميروني ماتيب وفاندايك وربوتون طبعا هذا خط الدفاع أما هود لدى في تشكلة ليفربول وشكيلة المتوقعة هو هذا خط الدفاع خط الوسط لدينا البارزيلي فابينيو هندرسون وميلر طبعا هذه تشكلة في خط الوسط لدينا التي صاحب خبرة عالية في المباراة الكبيرة مثلها مباراة ليفربول واتلاتيكو مادريد خط الوسط قوي صاحب إمكانية عالية وخبرة في الميدان خط الهجوم بقيادة الميسر محمد صلاح النجمي الفريق الأول وهو محمد صلاح أمام محمد صلاح فيرمينيو طبعا تألق في المباراة الأخيرة في الدورية الإنجليزي والشجلة هاتريك طبعا التوقع هو وجود فيرمينيو في هذه التشكلة لأتلاتيكو مادريد أمام فيرمينيو كذلك اللعب المتألق محمد صلاح في خط الهجوم خط الهجوم قوي ومرعب للخصو أما تشكلات أما تشكلات أتلاتيكو مادريد في مواجه لفيربول طبعا نتتوقع أن المدريد يدخل في تشكلات ب ثلاثة خمسة اثنين في المقدمة نبدأ على البنك ثلاثة في هذه تشكلة حيث السلط المرما طبعا السلوفاقي خط الدفاع لدينا خيمينيز وهيرموسو كذلك السلسي المهود لدى خط الدفاع وقلب الدفاع خط الوسط لدينا صاحب الخبران والجودة العالية في خط الوسط وهو كوكي وأمامه ليورنتي وكارانسكو خط المقدمة لدينا الأرجنتيني دي باول صاحب إمكانيات عالية لما المدخل الأرجنتيني مع أثلاتيكو مادريد والفرنسي الليمار أما خط المقدمة والهجوم فبقيادة القناص البوليسترو لويس سواريس وجواو فيليكس في غياب أنتوان جريزمان التوقع هو وجواو فيليكس مكان أنتوان جريزمان الذي سوف يكون في مكان البنك البودل